أبناء و بنات طلبة السنوية العامة برحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجيولوجيا والعلوم البيئية نهينا مع بعض الباب الأول من الجزء الثاني الخاص بالعلوم البيئية اللي كنا نتكلم فيه عن المفاهيم البيئية وقدرنا نعرف يعني إيه نظام بيئي يعني إيه نظام إيكولوجي وإيه حدود هذه النظم والأغلفة اللي بتحيد بينا ككوكب الأرض والغلاف الحيوي ومميزاته وقدرنا نتعرف على نظامين من النظم الإيكولوجية اللي عندنا في المنهج نظام إيكولوجي بحري ونظام إيكولوجي صحراوي لو حبينا نقارن بين الاتنين دول هلاقي أن النظام البحري نظام متسع سلاسل الغذاء البحرية عدد الحلقات فيها كتير لأن الكائنات كتير أما النظام الصحراوي 3-4 حلقات بس كائن منتج مستهلك محلل ما بيزيدش عن 3 أو 4 حلقات كل نظام ليه مجموعة من الكائنات بتعيش فيه كل نظام ليه مجموعة من الخصائص هذه الكائنات تتلائم مع هذه الخصائص تقدر تعيش وتحفظ على نفسها من الإنقراض النهاردة هنتكلم مع بعض عن الباب التاني والموارد البيئية يعني إيه موارد بيئي؟ ويعني إيه استغلال هذه الموارد؟ والأكتر من كده إزاي إحنا استنزفنا هذه الموارد اللي ممنوحة لنا هبة من الله سبحانه وتعالى من غير أي مجهود مننا ده اللي هيخلينا نبدأ نتكلم مع بعض في الحلقة بتاعت النهاردة الخاصة بيه الموارد البيئية معه ملاحظة حاجة مهمة جدا إن الموارد البيئي اللي موجود وإحنا بنستفاد بيه أنا وإنت وكل الناس اللي حوالينا مسؤولة عن تواجده بكمية كبيرة سواء كان مية أو هوا أو تربة زراعية أو نباتات أو حيوانات أو أي شيء موجود حوالينا إحنا بنستفاد بيه لابد إن أنا أحافظ على عشان كده محتاجين إن إحنا يكون عندنا وعي قومي بأهمية هذه الموارد لإني لو لو وجود هذه الموارد ما ينفعش نعيش في هذه البيئة تعال نشوف مع بعض الموارد البيئي تعريفه وتنوعه والسليب اللي إحنا عملناها واستنزفنا بها هذه الموارد الموارد البيئية الموارد البيئة هو كل ما يوجد في البيئة الطبعية من مكونات لا دخل للإنسان في وجودها أو تكوينها لكنه يعتمد عليها في شؤون حياته سواء كان أكل أو ملبس أو مسكن زي مثلاً الرياح الفحم الشجر الشمس المية البترول الغزة الطبيعية دي كلها تعتبر موارد بيئية إحنا بنستفاد بها ننوع الموارد اللي موجودة عندنا وهي موجودة متوفرة ليه؟ لأن لها القدرة على الاستمرار والتجدد ما لم يتسبب الإنسان في انقرضها من البيئة أو استنزافها وتدور دي اللي هي أي نوع اللي هي الموارد المتجددة يبقى أنا أول نوع عندي من الموارد البيئية هي الموارد المتجددة زي مثلاً النبات الحيوان المية الهوى التربة كل ده موجود على الأرض وإحنا بنستفاد به الموارد الغير متجددة عبارة عن موارد مؤقتة ليه مؤقتة؟ هتختفي من البيئة إن آجلاً أو عاجلاً طب ده بيتوقف على إيه؟ على حسن تعامل الإنسان معها أو سوء استغلاله لها زي مثلاً البترول الفحم الغز الطبيعي المعادل سواء كانت في الزات أو لا في الزات نجي بقى نشوف استنزاف الموارد وإهدار مقاومات البيئة إيه الجوانب اللي احنا عملناها واستنزفنا بيها هذه الموارد؟ مشكلة استنزاف الموارد عارفين طبعاً إن الإنسان عارفين طبعاً إن الإنسان منذ ووجد على الأرض هو بيستفاد بكل حاجة موجودة في البيئة يقدر ياخد من أرضها يقدر ياخد من المياه بتاعتها يقدر ياخد من الجو بتاعها سواء كان رياح أو شمس أو ضوء ويقدر يستفاد بيها في شتى مجالات حياة عشان كده الإنسان هنا بيستفاد بكل الموارد البيئية لكن جوانب الاستنزاف هنا بدأت تظهر نتيجة التفاعل المستمر اللي ما بين الإنسان والبيئة ده بيتطلب منه إنه يضغط على البيئة نتيجة زيادة السكان كل ما زاد عدد السكان كل ما زادت المشاكل في الحصول على الغذاء بدأ الإنسان يزود من استهلاك الأرض الزراعية زي ما هنشوف دلوقت بالتتابع بدأ يدور على وسائل جديدة علشان يزود بيها إنتاجه علشان يقدر يسد الاحتياجات الغذائية عشان كده لما نيجي نتكلم عن استنزاف الموارد البيئية هنتكلم عن المية واستنزافها الطاقة واستنزافها الأرض الزراعية واستنزافها المحاصيل وإزاي قدرنا بأساليب غلط نضيع محاصيل كتيرة جدا من إيدينا التربة الزراعية والخصوبة بتاعتها تلوث المية وإهدار كميات كثيرة جدا من الموارد البيئية كان بسبب تلوث المية الغير صالح على الاستخدامات المخلفات وغيره كل الحاجات دي إحنا كنا بنعملها وما زلنا علشان كده حصل فيه استنزاف للموارد البيئية علشان كده بدأ العلماء يتنبهوا لحاجة مهمة جدا إن فيه أسار ضارة وسوء استخدام مصادر البيئة فبدأوا ينزلوا توصيات مهمة جدا بضرورة الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد وطبعا بدأ الإنسان يسر في استغلال موارد البيئة لغاية ما البعض من هذه الموارد أوشك على النضوب أو الانتهاء وبالتالي طبعا الإنسان هنا هيبدأ برضو يعاني من الأثار المباشرة لسوء استخدامه للموارد الطبيعية تعالوا نشوف كده أول جانب من استنزاف الموارد المتجددة وهو التربة الزراعية يعني استنزاف التربة الزراعية يعني استهلاك متزايد للتربة لدرجة إن هي بدأت تقل طب إزاي تقل ده اللي هنشوفه مع بعض التربة طبعا إحنا عارفين الأرض الزراعية فواد النيل اتكونت خلال ملايين سنين بفعل طبعا النهر النيل النهر الخالد وكل ما يجلبه من طامي زي ما عرفنا من جبال الحبشة بدأ يرسب في صورة تربة الزراعية المصريين زمان قدماء كانوا من أوائل الشعوب اللي تعلمت الزراعة ونخلي بالنا إن الأرض زمان كانت بتتزرع عقب فيضان النيل مرة واحدة بس في السنة لكن النهار ده احنا بنزرع ونرتكب عديد من الأخطاء اللي بتسبب استنزاف التربة الزراعية زي مثلا إيه؟ تعميم زراعات محصول واحد يعني الزراعات واحدة المحصول احنا قلنا قبل كده إن ما ينفعش نزرع الأمح أو أي محصول تاني مع بعض عشان كده الإنسان يتعلم من وقع خبرته إن ما يزرعش نفس النوع لسنتين متتالين وربعات في نفس الحق لكن لازم ينوع يعني السنة دي زرعنا أمح السنة جاي نزرع محصول تاني ده اللي هو اسمه تنوع المحصيل لكن أخطأنا خطأ جسيم في تعميم الزراعات وحيدة المحصول الزراعات وحيدة المحصول دي طبعا بتهدف إلى زراعة محصول واحد على نفس التربة لسنوات متتالية طيب ده هيعمل إيه؟ هيدي عائد اقتصادي كبير لكن الحقيقة العائد ده أو الفوائد دي هتكون فوائد مؤقتة ليه؟ طب أنا لما هزرع محصول واحد على التربة لسنوات متتالية إيه اللي يحصل وإيه اللي هيخلي التربة تتضر فيها تعالوا نشوف مع بعض كده الاسموب ده هيعمل إيه؟ هينهك التربة يضعفها تبص تلاقي الأرض الزراعية مش قادرة تشيل النبات زي ما واضح قدامك في الشكل تلاقي الأرض تتشقق والتربة بتضعف وبالتالي النبات ما يبقاش سليم وثابت جوه التربة التربة هنا بتفتقر لبعض العناصر الغذائية الضرورية للنبات للنبات يعني مثلا لو التربة فيها عنصر حديد مع زيادة استهلاك الحديد هيبدأ الحديد يقل فيه التربة وهذا العنصر هيفقد استخدام الاسموب ده الكيموي برضو هيأثر على التربة الزراعية بعض المزرعين ويمكن كتير منهم بيستخدم سمات كيموي بدل من السمات العضوي ليه؟ السمات العضوي أقل جدا لان بدأت الزراعات اللي هي وحيدة المحصول تعتمد على السمات الكيموي دون السمات العضوي طب ايه أهمية الاسمات العضوية وده مهمة جدا عشان نخلي بالنا السمات العضوي في التربة الزراعية هيبقى ليه دور مهم جدا لانه بينشط عمل الكائنات الحية اللي موجودة في التربة طيب لما تنشط الكائنات الحية هتبدأ تدخل فيه سلاسل غزاء هتبدأ تدى التربة خصائص طبيعية مرغوبة يبقى في الحالة دي التربة زادت خصوبتها وزادت فيها الكائنات اللي بتزود هذه الخصوبة طب اسم ده كيموية استخدمناها كمية كتير هتعمل ايه؟ هتؤدي الى تدهور التربة وتخليها عرضة للانجراف يعني انجراف؟ يعني ضعفة واصبح سهل جدا التيارات الهوائية والرياح وغيره تجرف او تفضي سطح التربة وتضعف سطح التربة ما تقدرش تستوعب النباتات حاجة كمان الافراط في استخدام المبيدات الحشرية والفطرية طب مطلوب استخدام المبيدات لكن مش بافراط يعني مش بكثرة ليه؟ احنا هنا بنقضي على الحشرات النافعة مع الحشرات الضرة طيب ليه هنا الكلام ده؟ الحشرات النافعة بتتغزى على الحشرات الضرة فلما تموت الحشرات النافعة هتيجي الحشرات الضرة مش هتلاقي العدو بتاعها او اللي بيفترسها فبالتالي هنا تبدأ تتحول الى قافة زراعية خطيرة جدا تهدد المحاصيل فبالتالي لما بتنزل المبيدات على التربة بتلوس التربة بتموت ديدان الارض يبقى هنا الحشرات النافعة ماتت بسبب المبيدات ديدان الارض ماتت بسبب المبيدات طب بتعمل ايه ديدان الارض و ايه فايدتها؟ بتعمل على تهوية التربة وبالتالي بتوفر النيتروجين جوا التربة بتيجي البكتيريا العقادية اللي احنا عارفين انها موجودة فيه البقليات في جزرها بتثبت النيتروجين طيب لو ما فيش نيتروجين يبقى البكتيريا العقادية فقدت المميزات الشكلية والوظيفية يبقى استخدام الاسمدة الكيموية والمبيدات الحشرية بيبقى ليه ضرر خطير جدا على التربة طيب نعالج الموضوع ده ازاي؟ لابد من توعية المزرعين ونخليهم يتعاملوا معاملة سوية في الزراعة عشان كده لابد من زراعة محصول واحد لسنوات متتالية واتباع نظام الدورات الزراعية يبقى لما اجي ازرع محصول واحد لازم اتبع نظام الدورات ايه هي نظام الدورات؟ اللي محصول والسنة اللي بعدها محصول تاني ارجع للسنة اللي بعدها المحصول الاول اللي انا كنت ازرعه ده اسمه تنوع الدورات الزراعية بالنظم اخد بالك من تنظيم مش عدم استخدام تنظيم استخدام الاسمدة والمبيدات الكيميائية لان ده يفيدنا جدا عملية التنظيم تحويل المخلفات الزراعية لسماد عضوي يعني عندنا مخلفات كتيرة جدا ابسط حاجة بنعملها نحرقنها ده طبعا امور خطيرة جدا لابد ان احنا نستخدم هذه المخلفات في تحويلها الى سماد عضوي المواد العضوية اللي موجودة في القمامة نبدأ نحولها لسماد عضوي كل الحاجات دي احنا بنغميها بدون اي داعي بنخسر اقتصاديا وبنأثر على التربة الزراعية بنبدأ نوفر الاراضي اللي بزرع فيها القطن والغي زراعة القطن وخليها محاصيل حبوب واستخدم الياف صناعية بدأ من القطن بمعنى ايه؟ انا ده وقت محتاج قطن للملابس طبعا انا عندي بدائل صناعية يبقى انا هنا بدل ما استهلك الارض في زراعة القطن بس لا انا هزرع المحاصيل في هذه الارض واقلل من زراعة القطن واستخدم الالياف الصناعية للملابس والمنسوجات من ضمن الاساليب برضي اللي بتضر بالتربة تجريف التربة الزراعية طبعا التربة الزراعية في مصر اتعرضت لعملية تخريب كبيرة جدا ايه الهدف؟ الكسب اكيد طبعا غير المشروع اللي نتج عنه تجريف وتدمير للارض الزراعية تعالوا نشوف كده معنى كلمة تجريف ازالة الطبقة السطحية العلوية من سطح التربة واستخدامها في صناعة الطوب طبعا التجريف هنا هيقضى على التربة اللي تكونت خلال ملايين السنين وبالتالي بتصبح التربة غير صالحة للزراع في الوقت اللي الدولة بتبدأ توفر مجهود كبير جدا لزيادة الرقعة الزراعية احنا بنعمل على تجريف التربة الزراعية واهدار الارض المساحة اللي كانت مزروعة في مصر ما بتفيش بحاجات السكان عشان كده برضو نلاقي ان عملية التجريف بتاخد بعد خطير جدا وبتأثر على البيع ده كمان لو عرفنا ان بعد بناء السد العالي بدأ يتم حجب الطامي على التربة في الوادي على عكس ما كان بيحصل كل سنة سنة الفيضاء يبقى بالتالي اللي احنا هنخل بالنا منه انه بدون شك هيكون فيه هنا تأثير سلبي على البيئة من فعل الانسان طب تعالوا مع بعض كده نعالج المشكلة دي نحن ناخد المشكلة ولازم ناخد علاجها وسائل علاج مشكلة تجريف التربة صناعة الطوب وده طبعا بيتصنع من الطفلة والاسمنت والرمل وغيرها من المواد بدلا من الطامي اصدار قوانين بتجرم تجريف التربة الزراعية نخلي بالنا من التجريف والانجراف ايه الفرق بين الاثنين طبعا قريبين في النطق لكن مختلفين جدا انجراف التربة يعني مواد كيموية اسمدة مبيدات وغيره ضعف سطح التربة لما تضعف سطح التربة اي طيار هوا رياح امطار غيره هيساعد على تبديد هذا السطح طب لما السطح ده اول يضعف ويجي شوية رياح هتلاقي النبات مش قادر يكمل وجوده في التربة وبالتالي تبدأ التربة تنجرف يعني يحصل فيها انجراف يعني تنهك يعني تضعف يعني ما تقدرش تقوم بالدور بتاعها الاساسي اما التجريف بقى احنا بنعمله بنفسنا محتاجين طوب احمر عشان نبني ما تمنعنش من المباني فالطوب الاحمر ده باجيبه منين؟ باجي عند ارض زراعية واتفق مع صاحب الارض واخد الطبق السطحية للارض واستخدمها في صناعة الطوب الاحمر طب ايه اللي يمنع؟ طب انا مش عايز ازرع الارض لا الارض هنا لما باخد العشرة او عشرين سنتي على طبقة التربة على السطح من فوق مجرد ما باخدها هنا كده التربة ضعفت وفقدت كل العناصر الغذائية ليه؟ قبل انشاء السد العالي طبعا احنا عارفين الاحداث دي كلها كان مع الفيضان بيتم وجود والنهر نيل كان بيجلب معاه 100 مليون طن سنويا من جبال وهضبة الحبشة طم يطين غير ين كان بيمتد على سطح التربة الزراعية مع مرور مليون السنين اتكونت الارض الزراعية بتاعتنا الخزبة الممتازة اللي بتدي ارض الزراعية والتربة الزراعية الممتازة لكن بعد انشاء السد العالي اللي حصل تم حاجب الطم يطين وبالتالي التربة بدأت تفقد خصوبتها مش بس كده ده احنا كمان سهمنا في تجريف يعني ايه تجريف؟ يعني ازالة الطبقة السطحية قال لنا امكانيات التربة في الحصول على محاصيل زي ما احنا عايزين عشان كده كان الزام ولابد من علاج هزي المشكلة باصدار قوانين صارمة لتجريم تجريف التربة طب انا مش عايز اجريف التربة وعايز ابني اعمل ايه؟ لابد من وجود بدائل للطوب اللي هو الطوب الحراري الطوب الاسمنتي الطوب الابيض الكتل الخرصانية اللي هي المباني الجاهزة كل حاجة دي رعتبر بدائل للطوب بدأ من استخدم الطامية في صناعة تعالوا نتابع مع بعض بقية المشاكل اللي بنعملها في الارض الزراعية تعالوا من ضمن المشاكل الزحف العمراني بدأ سكان مصر يزيدوا مع بداية القرن زيادة كبيرة لغاية ما اصبح معدل النمو السكان مرتفع جدا طيب لما بيزيد عدد السكان بيزيد احتياجنا ليه؟ مأكل وملبس ومسك مش بس كده ده بيزيد احتياجنا للخدمات زي مثلا بناء مدارس مستشفيات وغيره طب احنا عايزين نوفر الغذاء فبدأت الدولة هنا مشكورة بمجموعة من المشروعات الاستصلاح الزراعي لكن للأسف بدأ السكان يزحفوا على الارض الخضرة الخزبة في بناء المساكن زي ما واضحوا قدامنا ارض زراعية تم تبددها وتم اقامة مشروعات سكنية كبيرة جدا ومشاريع وانتاج وغيره على الارض الزراعية فنقدر نقول المعادلة هنا ان ما يتم استصلاحه من الارض بيضيع في مقابله مساحات من الاراضي الخزبة ذات الانتاج الوفير على امتداد الوادي والدلتا عشان كده بدأ يتسع زمام المدن على حساب الاراضي الزراعية اللي حواليها طب نقدر نقول انه مساحة الارض يعني شايفين المناظر مبنى بيت سكني جوه ارض زراعية طبعا هنا تم اهدار نسبة كبيرة عشان كده بنقول انه مساحة الارض الزراعية اللي اضافها السد العالي نتيجة الفيضانات اهدارها الانسان بسبب ما يستحدثه من اساليب في اضعاف ما تنتجه عشان كده بنقول انه مهما تكلفت عمليات الاصلاح الزراعي من نفقات فبدأ الزحف العمران احنا قلنا الزحف العمران هو ايه؟ زحف العمار او الاراضي او المنشآت على الاراضي الزراعية طب ده تسبب في ايه؟ نتخيل الرقم ده 30 الف فدان سنويا من الرقعة الزراعية بيتم اهداره عشان كده لابد من وجود علاج ايه علاج مشكلة الزحف العمراني؟ لابد ان احنا ننشئ مدن جديدة وده اللي بدأنا نتجه ليه دلوقتي في الاراضي الصحراوية غير المزروعة بس ما ننساش ان احنا برضو نقيم فيها مجموعة من المشروعات الصناعية نوفر المرافق المساكن المدارس مختلف الخدمات في المدن الجديدة علشان ما نلجأش ليه التكدس في المناطق التانية الدولة اصدار التشعاد بتجرم البناء على الاراضي الزراعية كل دي اساليم في علاج مشكلة الزحف العمراني اما الاسراف في قطع الاشجار من المشاكل الخطيرة جدا لازم نتعرض لأهمية الاشجار الاشجار بتؤدي خدمات عديدة للبيئة اللي موجودة فيها فمثلا لو في منطقة صناعية بتعمل كمصفات طبيعية لسانيوكسيد الكربون وبتمدينها بالاكسوجين منطقة زراعية بتساعد على انها تكون مصدات لغياح بالاضافة لامتصاص سانيوكسيد الكربون وتمدينها بالاكسوجين ومصدات لغياح والسيول علشان تحمل مزروعات بالاضافة لانها بتوفر الظل والخشب اما في الغابات بتؤدي لاشجار خدمات كتيرة جدا فبتفقد الاوراق بتاعتها بتنزل الاوراق تتساقط على التربة تتحلل تكون الدبال اللي هو بيساعد على تغذية التربة وبيحافظ على خصوبتها عشان كده بنقول انها بتؤمن درجة حرارة سابتة تقريبا للحيوانات اللي بتعيش فيها اما في الغابات بلاقي الانسان بيقطع الشجر بيحصل منها على خشب سيلولوز ودول مهمين جدا لصناعة الوراق والملابس لما نيجي بقى نشوف قطع الشجر هيعمل ايه طبعا ما نيجي نقطع الاشجار يبقى كل الكلام اللي كنا بنقوله هيختلف هتزيد نسبة سانوكسيد الكربون هتقل نسبة الاكسوجين مش هتتكون تربة دبالية هنفقد المواد الاساسية في بعض الصناعات بالاضافة الى حاجة مهمة جدا ان الارض اللي فيها الشجر هيتقطع هتتعرض لالسيول وتتعرض للجفاف ده خلينا نبص على ان القطع الجائر للاشجار وتدهور الغابات في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا ادى الى تدهور البيئة في المناطق دي وبدأت تتاجه نحن الجفاف بدأ اثر الجفاف يبان بوضوح جدا على النبات الطبيعي على المحاصيل الزراعية وعلى حياة الانسان عشان كده فيه اثار سلبية الاثار السلبية دي بتنعكس على الانسان نتيجة القطع الجائر للاشجار يا ترى بالاضافة للكلام اللي قلناه هنلاقي فيه نقص كمية المواد الاولية اللي هي بتاعة خشب الياف صناعية صناعة الورق تشرد الحيوانات اللي كانت عايشة في الغابات وده ادى الى انقراضة لانه ملقيتش مقوى تعيش فيه ولا ملجا تدور التربة والنبات الطبيعي نتيجة تعرضهم لعوامل الجفاف وبكده ابنائي وابناتي طلبة السنوية العامة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء